تظن المعهد العالي للتصرف بسوسة حفلة تحصل المعهد على شاهدة اعتماد دولية في جودة مسارات التكوين في علوم التصرف شاهدة تضمن جودة التكوين واندماجا أكثر في سوق الشغل المعهد يتحصل على الاعتماد الدولي في مسارات التكوين الخاصة في علوم التصرف وهي المحاسبة المالية إدارة العمال والتسويق وهذا بفضل بطبيعة الأمر جهود كثيفة جهود الأساتذة من طاقم إداري كذلك وجميع السوسة الاعتماد هذا يدخل في نطاق مشابيع الجودة اللي خدمت عليها وزارة التعليم العالي ومكنت منها العديد من المؤسسات ونحن كأول مؤسسة على الصعيد الوطني في اختصاص علوم التصرف من التحصل على الاعتماد الدولي هي شهادة منافسة لشهادات الدولية لشهادات المستعف بها دوليا وأبناءنا أبناء الله مش يكون عندهم حضوظ أوفر في سوق الشغل إن سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد العالمي تطلب الحصول على شهادة الاعتماد الدولية عملا مذنيا لفريق أكاديمي متكامل على مدى سنتين للاستجابة لدليل الإجراءات وشروط ضمان الجودة التعليم في المؤسسة سياسة الجودة في علوم التصرف تهم اعتماد مواصفات الدولية في منهج وطرق التدريس والحصول على هذه الشهادة كوننا فريقا من الأساتذة لمدة سنتين وكان العمل المذني يتمثل في استجابة للمعايير الدولية والحمد لله تحصلنا على هذه الشهادة من الهيئة العليا للتعليم والبحث العالمي أشتياريس الأوروبية سياسة الجودة في التعليم العالي ومطبقطها للمعايير الدولية انخرطت فيها جامعة سوسة ويعتبر المعهد العالي لتصرف ثالث مؤسسة تتحصل على شهادة اعتماد والأول في اختصاصه هذا معناها يفخر الجامعة سوسة إن شاء الله ومن يجب يكون كان معناها إشعاع إشعاع على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي خلال الاعتماد هذا اعتماد دولي من شأنه أن يعرف أكثر بالمعهد الذي يتصرف بالسوسة كيف هذا يأمن يأمن مستقبل الكبير لطلابتها خطر إحراز الاعتماد يعطي معناها جودة دليل على جودة التعليم التي تعطي فيه المعهد وذلك كل كيف يرفع في المستوى الجامعات المتاعنا على الصعيد العالمي النجم يكون معناها بالتحصل على الاعتماد جميع السوسة تكون معروفة على الصعيد العالمي الجودة في التكوين الأكاديمي ومطابقته للمعايير الدولية باب لإشعاع الجامعة التونسية وتكوين متميز يسهل الاندماج في سوق الشغل